ينتظر الزمالك في فبراير وتابعينا اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات هانا سبورت قبل بنتبدأ الفيديو ريت نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد من الفيديوهات ونعمل لايك ويشيل للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور ونستمار في نشر المزيد من الفيديوهات بدعمكم لنا ويلا بينا نبدأ الفيديو ينتظر الزمالك 6 مباريات قوية خلال شهر فبراير حيث وسيبدأ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا موسم 2022-2023 ويقع الفرس الأبيض في المجموعة الرابعة رفقة شباب بولزداد الجزائري المريخ السوداني والتراجي التونسي ويستعد الزمالك حاليا لخوض أول مباراة له في شهر فبراير حيث سيواجه نادي فرقه ضمن الجولة السبعتاشر من الدوري المصري 2022-2023 واللي هتلعف في الخامسة مساء السنين المقبل بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت أبو ضبيع بينما سيستهل الفريق الأبيض رحلة البحث عن النجمة السادسة في دوري أبطال أفريقيا عندما يستقبل شباب بولزداد في استادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة السامنة بتوقيت أبو ضبي من مساء القمعة العاشر من فبراير على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ثم يعود الزمالك للمنافسات المحلية من جديد حيث سيواجه نادي سموحة يوم الأربعاء 15 فبراير ضمن مباريات الأسبوع الثمنتاشر من الدوري المصري ويلعب الزمالك مباراته الثانية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الجمعة 17-2 في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الرابع بتوقيت مكة المكرمة الخامسة بتوقيت أبو ضبي ضد المريخ السوداني فيما سيخد مبارات الأسبوع 19 من الدوري الممتاز ضد سيراميكا كيلو باترا يوم 19 فبراير ويختتم الزمالك مبارياته في فبراير بمواجهة التراجة التنسي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة السامنة بتوقيت أبو ضبي من مساء 25 فبراير وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023 وتقدر الإشارة إلى أن الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري بـ 29 نقطة جمعهم خلال 16 جولة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل خلال 5 وهزم خلال 3 آخرين كنت معكم حياة رمضة ونشوفكم في فيديو جديد باي باي